اشتركوا في القناة الجيش الوطني الشعبي وعبر كافة النواحي العسكرية يواصل الفريق احمد جيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس واركان الجيش الوطني الشعبي لليوم الثاني زيارة العمل والتفتيش للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة حيث سيشرف اليوم على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية بعنوان الثبات 2019 تقوم بتنفيذه وحدات والفرقة الأولى مدرعة مدعومة بوحدات جوية كما سيترأس لقاء توجهيا مع إطارات وأفراد النحية هذا وقد التقى السيد الفريق خلال اليوم الأول من الزيارة عند وصوله إلى القاعدة الجوية ببسكرا وهو أقرب مكان إلى حقل الرمي والمناورات بامدكال بالنحية العسكرية الخامسة حيث يجري التمرين وبعد مرسم الاستقبال من قبل يلواء حسان عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة مرفوقا باللواء عمار عثامية قائد الناحية العسكرية الخامسة التقى السيد الفريق مجموعة من الإطارات أكد حرصه على حضور هذا التمرين الذي يندرج في إطار معاينته لسلسلة التمارين البيانية بالذخيرة الحية على غرار تلك المنفذة مؤخرا على مستوى النواحي العسكرية الرابعة الثانية والأولى على التولي بالإضافة إلى الناحيتين الثالثة والسادسة وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي وكذا المتابعة الميدانية للمستوى الذي بلغه قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي ومعاينة مستوى الجاهزية العملياتية الذي بلغته وحداته القتالية يمثل في هذه الأثناء الوزير الأول السابق أحمد أويحيا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد محمد بالعاصمة في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة تم استدعاء تم استدعاء لواء المتقاعد عبدالغاني هامل للمثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيد محمد في قضية البوشي بعد غد الخميس هذا وكان كل من المديرية العام السابق للأمن الوطني لواء المتقاعد عبدالغاني هامل وابنه قد مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتيبازا في جلسة سماع في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول قضايا فساد في الشأن الحزبي وبقصر المؤتمرات عبدالطيفر حال بالعاصمة انطلق اليوم اجتماعه اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وللمرة الثانية في غضون أسبوع لانتخاب أمين عام جديد بعد فشله في ذلك الثلاثاء المنصرم وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من المركز الدولي للمؤتمرات الزميل وليد زروق وليد مرحبا بك ماذا عن مستجدات الاجتماع إذن تستأنف الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أشغالها في جلسة مغلقة لم تفتح أبوابها للصحافة الصحافة التي بقيت هنا في حالة ترقب ومتابعة وإن كان ذلك خارج القاعة فاختيار أمين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني يبقى مرتبطا بتجاذبات أدت في الثلاثاء الفارط إلى تأجيل هذه الانتخابات وتبقت على هذه الدورة مفتوحة إلى اليوم في هذه الأثناء حسب ما وردنا من مصادر وما وردت به مصادرنا في الداخل أن المكتب افتتح أشغاله ليستقبل المترشحين هناك 12 اسما يقدم ملفاته ملفات ترشحه إلى هذه اللجنة من أجل الظفر بمقعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ويقاب رأسهم جمال بن حمودة ومحمد الجميعي إلى حد ساعة لم نستطع من الدخول أو التمكن من معلومات أوفة لنوافقكم بها في النشرات اللاحقة وهو كذلك وليد زروق كنت معنا من المركز الدولي أو من أمام المركز الدولي للمؤتمرات في قطاعي السكن تعرف ولاية سعيدة حركية متسارعة في إنجاز السكنات حيث تم توزيع مئة وستين وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي على مستحقها كمرحلة أولى من إجمالي ثمانمائة وسبعين وحدة ستسلم تزامنا والشهر الفضيل مرادم زهرة يتصدر ملف السكن أولويات التنمية المحلية بولاية سعيدة بهدف تلبية احتياجات المواطنين وترقية إطارهم المعيشي في هذا السياق أكثر من مائة وستين عائلة ترحل اليوم إلى سكنات اجتماعية جديدة عجبوني السكني والدي الحمد لله مكتبت مانيا كما هاك مكتبت مانيا والدي كما هاك الحمد لله أراني شدتها وفرحوا وليداتنا وفرحوا قاع الشعب قاع لي كان مغبون فرحوا وإن شاء الله ثاني عقوبة اللي باقيه واليوم الحمد لله رأنا في وعد سات رأى دولتنا فرجت علينا ورأى رأى أطعونا أسكني ما شاء الله وشتناهم ودخلنا وشتناهم وعجبونا كنا مغبونين وكنت خالفنا وليدياتي واليوم رأنا في الخير والله يشدنا فيكم ويشدنا في الززير هذه العملية تأتي كمرحلة أولى من حصة إجمالية تقدر بثمانمائة وسبعين وحدة ستوزع تزامنا مع حلول الشهر الفضيل العملية اليوم طلقت ترحيل أكثر من 166 عائلة من حي بوخرص اليوم تنقل بمناسبة شهر رمضان الكريم إلى سكانات تتوفر عليها كل المرافق الضرورية ونتمنون إن شاء الله إقامة سعيدة اليوم هذه بداية وستنطلق كذلك في أحياء أخرى كحي سرسور كحي ظهر الشيح وتتوقع السلطات المحلية توزيع حص سكنية أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة في مختلف السياغ وعبر كافة ضوائر ولاية سعيدة أما مشروع طريق الجديد البيض ولاية الأغواط في شطره الرابط بين بلدية سيدي تيفور وبلدية تاجرونة على مسافة 24 كم فيشهد استكمال المنشآت الفنية وعددها خمسة بمبلغ قدرة بحوالي مئة مليار سنتيم فؤاد أحمانية هو مشروع طريق جديد يربط ولاية البيض بالأغواط الشطر الأساسي منه انطلاقا من بلدية سيدي تيفور وصولا إلى بلدية تاجرونة بالأغواط على مسافة 24 كم وتعبره خمسة أودية تستكمل بها منشآت فنية على شكل جسور استكمل هذا المشروع هو انطلاق في انجاز المنشآت الفنية اللي كان هو الشغل الشغل التاعنا وشغل المواطنين وشغل القطاع لأن هذه المنشآت الفنية كانت هنا عدة أودية تعبر هذا الطريق الحمد لله استكملنا هذا المشروع بانطلاق في انجاز هذه المنشآت لعددها خمسة بمبلغ يقدر بحوالي 100 مليار سنتيم واحد من المنشآت الفنية يشهد حاليا نسبة متقدمة حوالي 65% لمؤسسة مؤسسة مؤسسة خاصة وقالنا الأربع منشآت الأخرى قد منحناها لمؤسسة وطنية في نسبة واترة جد ومقبولة حوالي 15% من منذ حوالي شهر بك انطلقت الأشغال محور الطريق اكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لتنمية المنطقة وباعتبارها منطقة فلاحية والسياحية وتخفف الضغط على الطريق الوطني 23 الرابط بين البيض آفل والأغوات وسيقلص المسافة بين الولايتين ب60 كيلو مدر منطقة سياحية بامتياز تحتوي على رسومات ما قبل التاريخ وكذلك مناظر سياحية قديمة هذا الطريق ثاني سيخفف العبء عن حركة المرور على طريق الوطني الوقت 23 الذي عرفه في السنوات الأخيرة حوادث مرور مميتة وبعدد كبير كذلك سيكون هذا الطريق همزة وصل بين الغرب الشمال الغربي والجنوب الشرقي من بين أهداف الأساسية لهذا الطريق الجديد الاستراتيجي لولاية البيض رفع العزل على ساكنة الدوائر وبلدياتي التي يعبر عليها المشروع الذي سيرى النور كاملا بنهاية السنة على أقصى تقدير طائفة من الأخبار الدولية ونستهلها بالشأن الصحراوي حيث أرجأ أمس مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت على لائحة تقضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية المنورسو إرجائها إلى اليوم وهذا لفحصي التحفظات التي أبدها بعض والأعضاء حول النص والتعديلات التي اقترحوها وهي تخضع حاليا للدراسة من قبل الوفد الأمريكي الذي يأمل في توصلي لتصديق توافقي على اللائحة التي لا ترعي العديد من الملاحظات الواردة في تقرير الأمن العام خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار من جانب المغرب تتواصل والمعارك والاشتباكات بين قوات حفتر وقوات الوثاق الوطنية الليبية حيث استخدم الطرفان المدفعية والأسلحة الثقيلة وذلك عند خط المواجهة جنوب العاصمة طرابلس كما شهد أمس أكبر حقل نفطي في ليبيا الذي يقع في منطقة جنوب غرب البلاد شهد هجوما مسلحا صدته والقوات المكلفة بحمايته والتي أعلنت أنه لم تقع خسائر بشرية في صفوف العمال في نيجيريا قتل خمسة جنود وفقد ثلاثون آخرون في هجوم لجماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد واستولى المسلحون على أسلحة فيما لم يعلق الجيش النيجيري رسميا على الحادث عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط حيث أكد مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن أي مبادرة منفصلة عن القانون الدولي تعتبر مبادرة غير مقبولة ولن تنجح التفاصيل مع ذاتيحها عقد مجلس الأمن الدولي جلسته وسط مخاوف من الهيار السلام في منطقة الشرق الأوسط تلك المخاوف مرتبطة بمناورة أمريكية تسعى من خلالها واشنطن فرض خطة سلام أمريكية لا تتصل بخطة السلام المبنية على مبدأ حل الدولتين مثل ما نص عليه في قرارات الشرعية الدولية للأمم المتحدة الوفد الفلسطيني اعتبر أن خطة السلام الأمريكي المرتقبة ستفشل إن لم تتوافق مع القرارات الأممية خطة السلام الأمريكية أو أي مبادرة منفصلة عن القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصيلة لن تنجح القانون الدولي يحضر الاستلاء على الأراضي بالقوة لذا فإن اعتراف أي دولة بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي محتلة لن يكون قانونيا السلطة الفلسطينية من جانبها وفي بيال لها أصدرته لمجلس الأمن طالبت فيه بترجمة القرارات الدولية إلى إجراءات عملية ملزمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين هؤلاء ما زال عدوانهم مستمرا على الشعب الفلسطين وجرائمهم ما زالت متواصلة ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح بعد اعتداءات مستوطنين عليهم في جبل الريسان غرب رامل بالضفة الغربية المحتلة إلى جانب عمليات مداهمة للاحتلال الإسرائيلي مست عدة منازل فلسطينية ارتفعت حصيلة إعصار كينيث الذي ضرب الأسبوع الماضي أقصى شمال المزنبيق إلى ثمانين وثلاثين هالكا وتسعة وثلاثين جريحا فضلا عن تدمير وإلحاق أضرار بحوالي خمسة وثلاثين ألف منزل هذا ومنح صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ مبلغ ثلاثة عشر مليون دولار لتوفير الغذاء والمأوى والخدمة الصحية للمتضررين أعلن رئيس الأفغاني أشرف غاني إمام أنه على الألاف من وجهاء القبائل والشخصيات الدينية والسياسية ضرورة تحدد الخطوط العريضة للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة طالبان تمهيدا لإبرام اتفاق سلام في البلاد ويعد اجتماع لويا جيرغا تقليدا أفغانيا قديم يعقد في الأزمة الوطنية أو لتسوية الملفات والمشاكل الكبيرة في البلاد عودة إلى الوطن غرس مبادئ أساسية في المحافظة على البيئة هو الشعار الذي تحمله دار البيئة دنيا بولاية سكيكدا منذ تأسيسها العام 2014 بهدف توعية شاملة ومتكاملة لكل أفراد المجتمع وخاصة الأجيال الصاعدة ومن أجل اكتساب ثقافة بيئية سليمة تقرير إيمان بوثلجة طهر روبرتاج سعيد معيوف دار البيئة الدنيا بولاية سكيكدا تساهم في أعداد جيل مشبع بالتربية البيئية بما فيها الاهتمام بالنباتات والبسنة إعادة التدوير واسترجاع المواد المهملة باستغلالها في رسومات وأشغال يدوية مسكالة يعني أن نحكم الجسم نفايات نعود أن نرسكلهم يعني نعود أن نبوروهم نحواج بزاف ومن بينهم النفاية البلاستيكية التنشئة البيئية ترسخ من خلال تعليم الأطفال أسس ومبادئ أهمة في الزراع يوم تعلمنا أسس الزراعة كيف نتعلم الزرع كيف نتعلم البدرة كيف تكون وكيف تقولي تعلمنا بزاف حوائز قدرنا خارجات ميدانية الطفل يكون بالفطرة شعر البيئة عنده حب البيئة حب النظافة في الفطرة بالتالي نعرف كيف نمي وكيف ندخلوله الفكرة خطر معها عن طريق الطفل ونوعي وعيلا كاملة وأيضا نحاول أن ندروه نشاطة تحمل داخل المؤسسات التربوية التي يدرسون بها نسمعنا المشروع هذا المشروع ليجاد به الوزارة وزارة البيئة والطاقات المتجددة مشروع الحديقة النموذجية نحاول أن ندروه في داخل المؤسسات التربوية مثل هذه الدور للبيئة تشكل فضاء للتكوين والتوعية البيئية بهدف العيش في انسجام مع الطبيعة كانت آخر محطة في نشرتنا للتواصل معنا عنويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة